ايام معدودة وينتهي فصل الخريف وتتساقط اوراق الشجر وعلى ما يبدو ان سقوطها سيرتبط ارتباطا وثيقا بنهاية شهر العسل بين حفتر وانصار النظام السابق بعد ان وصلت العلاقة بينهما الى طريق المسدود ولعل ما تمارسه ميليشيات حفتر من ترهيب علني للقضاة وللمواطنين داخل اروقة ومحيط مجمع المحاكم في سبهة والتهديدات التي حملها احمد قذاف الدم دليل على طريق لا مخرج منه وقد يتصاعد الموقف مع الايام ورغم تطويق المبنى بالكامل واغلاق كافة الطرق المؤدية اليها من قبل ميليشيات حفتر قبل انسحابها صباحا الا ان المبعوث الشخصي السابق للقذاف احمد قذاف الدم قال انهم لا يملكون اي معلومات عن الجهة المسؤولة عن اغلاق المحكمة فيما كانت صفحات موالية لهم اكثر وضوحا في تحميل المسؤولية لحفتر وتوجيه تهديد مباشر للرجمة والتوعد بيوم اسود عليهم فهل سيستمر انصر القذاف في تصعيدهم ام ان الرجمة ونشطاؤها سيحتوون الموقف لانقاذ ما يمكن انقاذه ومع انتهاء مرحلة تقديم الطعون والبدء في الاستئنافات يوم الثلاثاء قانونيا لن يستطيع سيف الاسلام ومحاميه تقديم طعن في قرار استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية وهذا ما يفسر سبب انسحاب منشيات حفتر من مجمع المحاكم ومحيطه حيث انتهى دورها المكلفة به وافق مراقبين ايام او ربما حتى خلال الساعات القليلة القادمة قد تكون مدينة سبها ومجمع محكمتها والمتظاهرون المتجمعون حوله شاهدا على طراق بائن لا رجعت فيه بعد سنوات من زواج غير شرعي جمعت فيه المصلحة بين حفتر وانصار القذافي فهل سيتصاعد الخلاف ويصل الى شخصيات مقربة من الرجمة التي من المؤكد انها باتت تتخوف من قياداتها العسكرية المقربة من النظام السابق اكثر من اي وقت مضى اشتركوا في القناة